هزيمة ميدانية وانتكاسة عسكرية تلقتها ميليشيا الانتقالي التابعة للإمارات في شبوة حيث شهدت عتق عاصمة المحافظة معارك ظارية بين قوات النخبة الشبوانية وقوات الجيش والأمن المعارك انتهت بسيطرة الجيش على أغلب مناطق مدينة عتق وظهرت الصور سقوط مقر المجلس الانتقالي في المحافظة بيد قوات الحكومة فشل الانتقالي في اقتحام المدينة والسيطرة عليها أدى إلى انسحاب عناصره إلى خارق عتق في محاولة للملمة الصفوف لكن الجيش استبق ذلك واتقه إلى تامين المدينة من خارجها مصادر عسكرية أكدت سيطرة قوات الجيش على معسكري ثماد ومره وفسر خبراء عسكريون هذه السيطرة بأن الجيش غير فجأة من خطته القتالية التي تعتمد دائما على الدفاع وهو ما أربك مسلحي المجلس الانتقالي خصوصا وأن هجوم الجيش لم يكتفي بمعسكري ثماد ومره بل تقاوز ذلك إلى معسكر الشهداء الذي يواجه حصارا خانقا الانتصارات التي حققتها الحكومة في شبوه غيرت من طبيعة موازين القوى بعد أن ظلت حكرا على الميليشيات المدعومة من الإمارات في عدن وأبيان وهو ما جعل المجلس الانتقالي يدعو إلى وقف إطلاق النار في محاولة لترتيب أوراقه العسكرية المقاومة المفاجئة في شبوه ألحقت هزائم معنوية كبيرة في صفوف الانتقالي ودولة الإمارات وهو ما ظهر في التصريحات المتناقضة للانقلابيين والإماراتيين في الوسائط الاجتماعية فبعد أن كانت المواجهة حسب أقوالهم ضد الإصلاح تحولت إلى جنوب وشمال بينما هي في حقيقتها معركة بين الشرعية والانقلاب